وأتحد أداب ومزمل وكل من صار على نشاكلته ونناظر ونباهل ما عندنا أي مانع وهذه كلمة أقولها قدامكم مستعد أناقش أي زول معترض عليه حرف من القتدة أي زول كائنا من كان من الطعام في موسى عليه السلام من الطعام في داود من الطعام في سليمان من الطعام في إبراهيم كلهم دلطعام فيهم سيد قطب والبدافع عنه من عبدالح يوسف وعبدالح يوسف البدافع عنه من شيخك العدسي أتحداك يقوله أتحداك يقوله مش ده أديك تحدي تاني كمان يا حمد فرق يالله أديك تحدي تاني مش العدسي أنت ده أمشي مسجد العدسي ويوم يكون العدسي قاعد بعد الدريس حقه في مسجد مجمع الحسن وبعد ما ينتهي يقول له يا فضيلة شيخي العزيز الديني المايك أستلم المايك يتها وقول لهم إن عقيدة الختمية عقيدة باطلة وضالة ومنحرفة ونشوف موقف العدسي معك شنوه أتحداك تمشي يا حمد وإذا غدقت العواطف إحنا ما بتمشي علينا بحمد الله الساحة دي إحنا مفتشينها تمام عارفينها جحر جحر الساحة دي كله وأنا أقول لك بصراحة إنت واحد منهم يا حمد فرج الله الناس اللي بلعبوا بالدعوة وبيتهاونوا بيها وبتغدقوا فيمتى وبلعبوا على الحبلين داري لعبوا على الحبل الحق ويلعبوا على الباطل زول بلعب على الحبلين ما بينفع وبيأكل على الشدقين ما بينفع فيمتى وركاب سرجين شوف يا حمد فرج الله نصيح تلك لوجه الله عز وجل الناس اللي بتدافع عنهم إمتى زي العدسي ومحمد مصطفى عبدالقادر فيمتى والهواري وكل الجماعة الآن وناس المركز العام اللي كرموا الصوفية داخل المركز العام رائق شنو كمان أتحداك الآن تقدر تتكلم فيهم والشيخك العدسي ما بتكلم فيهم ولو زدت أنا بزيد أكلم أكلم لنا وبحاكشف لك شيوخك كلهم اللي بتدافع عنهم صاحبين الباطل حاكشف لك واحد واحد وإن عدتم عدنا وتزيدنا بزيد أعري لك الباطل ده إلى آخره شن تعرف حقيقة الناس البلعب الدعوة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه الأخير أولا سأل الله يجن من الفتن ما ظهر منها وما بطل ونحن ولله الحمد والمنا نتحدث بالنصص ولا نتكلم من رأسنا المحاضرة والندوى بدأت بالنصص جزاهم الله خير لكنها أخذت طابعا آخر أولا أنا من تلاميذ الشيخ العدسي منذ تسعة سنوات وأعرفه معرفة جيدة الذي يقول أن العدسي لا يعرف التوحيد أو لا يتكلم في التوحيد إما أنه ورب الكعبة لا يعرف العدسي وإما أنه لا يعرف التوحيد ما هو التوحيد ثم أمر آخر أبو بكر آداب هذا نتكلم في حلقة واحد وهو يعرفني وأنا عرفه في حلقة الكلاكلة كان مسؤول من الحلقة الوسيلة عباس وهو يعرفني جيدا وأنا عرفه كنت أتصل آخر مرة ضرب واحد صوفي في الحلقة دقيت له تلفون أحمد فرج الله معروف بينه وبينه أما أنا العدسي يأتي في هذا المكان وما يتكلم إلا بالتوحيد وما يتكلم إلا بالنصوص أما بالجهل والسب والشتم وسخ وتف الدعوة دعوة التوحيد على منهج آداب وأمثاله عند العدسي ما فيه وأتحدى آداب ومزمل وكل من صار على شاكلته ونناظر ونباهل ما عندنا أي مانع أما النصوص فنحن والله أهل النصوص ونتحدى أي إنسان يتكلم في شيخنا أبي عبد الرحمن العدسي ولن نزكى أحدا على الله والله الذي لا إله غيره لا يسوى من تكلم فيه غبارا فيه والسلام عليكم ورحمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا أقول تعقيبا على كلام الشيخ فرجلة أو أحمد فرجلة المسألة ما تحتاج إلى هذا الغضب وأنا لما تكلمت تكلمت في العدسي و إن كان العدسي عنده رد وعنده بيان أنا أعرف من العدسي وإنت الآن بيدفاعك ده ما أضفت معلومة جديدة ما أضفت الآن أنا أسألك عن النموذيين ديل كنماذج للخزلان الواضح لدعاة التوحيد أنت موقفك منها شنو؟ خلي العدسي الآن لأنتو خليكم خليكم من نحوة فرجاء الله ذاته أنتو لو جزول في مسجدكم ده مسجد ده زوج صوفي معروف أنكر عقيدة الاستواء ودعا إلى التصوف وتكلم في دعاة التوحيد وتحدى دعاة التوحيد أنتو حيكون موقفكم شنو؟ هتخلو؟ إذا بتخلو تبقى دي المصيبة هتخلو؟ الإجابة لك طيب ده واحد اتنين لو جا واحد من أهل السنة زول شاب طيب بتكلم بالآيات وبالأحاديث وتكلم في التصوف وذكر بيت شعر بتاع صوفية فيه باطل وقال البيت ده باطل للآية كذا والحديث كذا هتمنعوه؟ هتمنعوه؟ ما هتمنعوه؟ العدسي منع التاني ده ومنعه مسجل بصوت العدسي أنت بتدافع عنه ما سورت غضب لشيخي وأنا دافع عن شيخي ما علش أنت بتدافع عنه من غير حجة أنا عندي إثبات وعندي حجة عليه أنت ما عندك حجة ما خلاص وشيخي عشر سنوات أنا بعرف العدسي قبالك يا أحمد فري الله أنا بعرفه قبالك أنا عندي مواقف معينة الآن أنا أطالبك أنت توريني رأيك فيها شنو؟ الأول الزولة اللي تقصو فيه أنت الموغفك هيكون شنو؟ الثاني الزولة السنة اللي تكلم في التوحيد ومنعوا العدسي ومش مش واحد اتنين هم منعوا العدسي في المسجد بتاعه أزيدك كمان أزيدك لسه أنا أزيدك من الشعر بيت الآن العدسي يعمل في قناة طيبة قناة طيبة بتاعت مونو؟ بتاعت مونو؟ بتاعت عبدالحي يوسف قناة أهل البدعة يعمل فيها الآن العدسي ما عليش أنت ما تعرف حادي ما عليش عشان كده أنا قبي بيقولت ليك أنت بيتدافي عنه من غير علم تلاتة أقول لك الآن أنت جيب لي راية العدسي في عبدالحي يوسف أتحداك الآن دقاليه وقول لنا نحن نطلع كلامك ده مسجل يا العدسي رأيك في عبدالحي يوسف ونحن ناقشنا العدسي ناقش واخونا مزمي النقاش مباشر في عبدالحي يوسف دا أخو مسلم معروف أي ذول بعرفه؟ ذول مبتدع راسه عديل الآن أتحداك العدسي يجي بالمكرافون ده هنا خليني من شغل بيت حد حد وأنا سألته شخصيا وقال لي لا 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 نحن بنعرف بالمكرافون في العلن إيجي يمسك المكرافون ده واتكلم في عبدالحي يوسف أنت ما تتخيل يا عفا ما تفرج الله ما تتخيل إن أنا بقول لي كلام ما عندي عليه إثبات ما تتخيل إن أنا بقول لي كلام ما عندي أدلة عليه العدسي الآن خليك من ده أمشي أسأل من محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ناس ما رقوا في المظاهرات برة في المظاهرات ما رقوا عديل كده وطلعوا وطلعوا السوار ثورة ونحر دون نحركم وصدر دون صدركم وأحبك في الله ده حسين يعقوب لنسوار خارجين خوارج بفتوى كل العلماء كل علمانا شوف الشيخ العباد الشيخ ربيع الشيخ الفوزان اللجنة الدائمة كل فتوى العلماء وعلامة الكنانة رسلان وكل العلماء فتواهم في الثورات اللي ما رقوا ديه إنه دي خروج على الحكام عديل حمد حسين يعقوب طلع في الثورة وطالع فوق في سيري ولا حاجة خش النتة السيدي خلينانا خش السي النتة طلقة العلاج في سيري فوق ومع الخوارج ويحمس فيهم على الخروج وحمد حسين يعقوب قال السلفية والأخوان المسلمين وجمعت التبليق كلهم قال عاغيتهم واحدة ده شيخ شيخك العدسي أم شغل وقل له شيخك يا عقوب ولا ما شيخك ده شيخك ويدافي عنه للليلة دي للليلة دي دافي عنه ما حالش يا فرجال انت ما عارف حاجة أزل بحلف زي يا أخوان والله والله ما شغل يا أخي العدس عنده كلام مسجل بصوته وبيحرفه بلسانه يقول محمد حسين يا عقوب صالة فيه وأدافي عنه أها رأيك شنو شكرا قلت لك انت بالدافع لك عن ذول هي جساي وأنا شيخ العدسي شيخك العدسي الآن يحتاج إنه يبرق نفسه من كل المواقف دي أمشي أسأله انت وتعال كلم الأهالي امترطارة كلهم تعال كلمهم ويجيب لهم تسجيل بتاع العدسي رأيه في عبد الحيوسف ده أخو مسلم ولا ينت كمان برضو تبقى زيه تقول لي عبد الحيوسف ده ما أخو مسلم لأنه عبد الحيوسف جابه في الجريدة تحت الشارع السياسي منشط كبير قال لا أعرف جماعة تسمى بالسلفية ولو كانت موجودة فلا أنتني إليها برضو زي سلفي سلفي برضو تعال قل لي برضو زي ذاك زي العدسي شيخك فيم تكلامي الآن خليك من ده مش أنت قلت العدسي يتكلم في التوحيد لكن ما بطريقة السب والشتم السانة من جميل بتكلم في التوحيد أنا قاعد أسيب في سبيت زول أسألكم بالله أنا سبيت منه أنا جبت أباطل الصوفية اللي بخاف منا العدسي شيخك المبجيبك وما بقدر واتحداه الآن أنا مسجدي مسجدي الآن في الخرطوم مسجد الحرمين نزل خوطبي بتاعت الجمعة من مسجدين ومسجد الحرمين بتكلم في الصوفية أي طريقة كلمت في طريقة قادرية في برعي في سمانية بأبي أتشعرهم اتكلمت عنهم بوضوح في المنبر بتاع فوق أتحداك يا أحمد فرج الله محمد فرج الله إتا والعدسي جيب لي جملة واحدة للعدسي من مين برو واحدة بس إنه تكلم في البرعي واحدة اتكلم ها في الختمية مسجد العدسي لا مسجد الحسن مسجد ختمية رأيك شنو أمشي أمشي أسأل جنبي أنا مرمى حجر مسجده ده من مسجدي أنا ممكن تمشي بيكور عيك خليت من ده قلت ما مسجد ختمية ما يزبوط جدا كلم شيخك العدسي قل لي الخطبة الجاية أتكلم لنا عن عقيدة محمد عثمان المرغني الباطلة مش قلتنا إحنا بينسيبه ولا ما يسيب مش إحنا بيقول تف ونسيبه هنا على ابوك وكده ما علش ما يسيب زي أنا بأسلوب لطيف يقول لهم إن المرغني يا أحبابي في الله عقيدته باطلة أتحداك يقوله أتحداك يقوله مش ده أديك تحدي تاني كمان يا يا أحمد فرق يلا أديك تحدي تاني مش العدسي انت ده أمشي مسجد العدسي ويوم يكون العدسي قاعد بعد الدريس حقه في مسجد مجمع الحسن وبعد ما ينتهي يقول له يا فضيلة شيخي العزيز الدين المايك أستلم المايك يده وقول لهم إن عقيدة الختمية عقيدة باطلة وضالة ومنحرفة ونشوف موقف العدسي معك شنو أتحداك تمشي يا أحمد وإذا غدقت العواطف إحنا ما بتمشي علينا بحمد الله الساحة دي إحنا مفتشينها تماما عارفين جحر جحر الساحة دي كلها وعارفين أي يزول حقيقته شنو فيمتى وأي يزول معتقده شنو وأي يزول دعوته شنو الساحة دي إحنا عارفينها تماما فيمتى ولو زيت أنا بزيت أكلم أكلنا وبحكشف لك شيوخك كلهم اللي بتدعفي عنهم صاحبين الباطل حكشفوا لك واحد واحد وإن عدتم عدنا وتزيدنا بزيد أعري لك الباطل ده إلى آخره شنو تعرفوا حقيقة الناس البلعبوا بالدعوة فيمتى وأنا أقول لك بصراحة إنت واحد من هنا يا محمد فرج الله الناس البلعبوا بالدعوة وبيتهاونوا بها وبدغدغوه فيمتى وبيلعبوا على الحبلين دا يلعبوا على الحبل الحق ويلعبوا على الباطل زول بيلعب على الحبلين ما بينفع وبياكل على الشدقين ما بينفع فيمتى وركاب السرجين وقيع ما بينفع شوف يا محمد فرج الله نصيح تلك لوجه الله عز وجل الناس اللي بتدافع عنهم إمتى زي العدسي ومحمد مصطفى عبدالقادر فيمتى والهواري وكل الجماعة الآن وناس المركز العام اللي كرموا الصوفية داخل المركز العام رائق شنو كمان أتحداك الآن تقدر تتكلم فيهم وشيخك العدسي ما بتكلم فيهم العدسي ما بتكلم فيهم المركز العام كرموا الصوفية تكريم خوش الناسة دي اكتب الصوفية يكرمون مرشد الطريقة السمانية منو الكرموا؟ إسماعيل عثمان مركز العام رئيس المركز العام تكريم للصوفية جوه المركز العام ناسك ناس الإصلاح والعدسي بتاعك ده ذاته قال قال لا احنا بسعنوه قال للأخوان المسلمين الكلام قالوا سبى الأنبياء والطعن في الصحابة مو بيشبه الأخوان المسلمين قالو شيخك العدسي بالسانه وَالْكَلَمْ ده وَاجَهْ نَب ply وقدام Youtube شيخك دكتور خارد وقدام شيخك الهواري وقدام شيخك محمد مصطفى واجهت نب الاكلام وقداموا اتر reboot سيد غطب. اه? والاخوة المسلمين ما بيجبهن الطعن في الانبياء. من الطعن في الانبياء غير الاخوة المسلمين. من الطعن في موسى عليه السلام. من الطعن في داود. من الطعن في سليمان. من الطعن في ابراهيم. كلهم دلطعن فيهم سيد غطب. والبدافة عنه منه عبد الحيوسف. وعبد الحيوسف البدافة عنه منه شيخك العدسي. اتحداك الان تجيب لقي تسجيل في المنبر برة للعدسة. اتكلم في عبدالحا يوسف. شوف. حبلين ما بينفعوه. سرجين ما بينفعوه يا احمد فرج الله خليني من عدسة. انت ده. سرجين ما بينفعوه. وحبلين ما بينفعوه. خليك اما زول مستقيم على الدعوة السلفية. مستقيم. زول قال باطل تقول قال باطل. قال حق تجيف معاه. وتنصر الحق. لكن كونك تجي في محاضراتنا انا ما بعرفك. انا بعرفك كويس. انا بعرفك كويس. لليلة الامس. ودفاعك عن الباطل انا بعرفه. والليلة انت زهرت بدفاعك عن نموذج واحد العدسة. خليت من العدسة. الان انت رايك في كلام محمد مصطفى شنو? والكاميرا دي بيستجل والكلام بترفع. الكلام ده من هنا حده? كوريا جنوبية. شفت? الكاميرا دي. حدها كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والاطلسي والمحيطة الاخضر والاطلنطي. الكلام ده بي مش هناك. الان انت رايك شنو? في كلام محمد مصطفى في الصحابة. اطعن في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال اقتتلوا في السلطة. والبدافة عنه منه? الهواري. شيخك. والعدسة. شيخك ديلا البدافة عنه. رايك انت شنو في الكلام ده? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونوالاه. اولا. الله اكبر دي حقة الكيزان. خلوها الله اكبر الله وكشالك من فرق. ما حقة النبي دي. دي حقة الكيزان. اسمعوا. اولا دار اقول لكم شيء. اولا والله وبالله وطالله. الذي ألف. يا اخوانا كلام الجانب شنو? ما تصبروا استمعوا. الذي اسس مجمع الحسن الاسلامي. اعرفه جيدا. عارف الحسن. واخوه محمد صالح الحسن. اتنين سلفيين معرفين. والله لا علاقة لهم بالختمية. واحد. دي كسبة اولى. اتنين. كلام محمد مصطفى عبدالقادر في الصحابة باطل. وانا لو غره. وقولت هذا. كلامه باطل مردود عليه. ومن الدليل العاطل. ده كلام دين نديم بها الله سبحانه وتعالى. ثانيا سمع جابر هذا من التبيب. وجماعة براءة الشيخ العدسي من عبدالحي يوسف وعدم الطلب العلم عنده. خلاص? ثالثا تلفيق ابو بكر اداب وبطره للنصوص اتحداك. هذه الدعوة ما جعجعه كواريك وسلت حذقهم زي ما بقول بعض الناس. الدعوة نصوص وبادب. وبعدين انت كونك تتحداني ما بتقدر والله. اولا حاجة ما بتقدر. اولا شغلة ما دعوا ما رجالة وعكازوا سكين. لا لا تحداك وهنايا. تحداني بالعلم الشرعي ما عندك علم شرعي. اولا بداية. وما بتجي الا في مكان الجهل والله. والله هؤلاء يعرف حقيقتك وحقيقة من معك لا يأتي بكم لانكم لا تعطيني الا بالفتن. وانا اقول لك شي لا مركز عام. لا غيره. لكن اقول الحق. ولا اخشى الا الله سبحانه وتعالى. كون الناس تكبروا والله اكبر وما بيقدروا. ده كلام كله باطل. اما عند المناظرة وعند الهناية. وسألنا العدسة وقلنا له. النموذجين ده لنموذج الاول. اللي هو بتاع واحد جاء في مسجد الحسن. مجمع الحسن يتكلم. قال العدسة فيه اول شي سهل. العدسة فيه. قال ايه فيه. قام طواله رجل معروف. هو يعرفه. وقام بدى في الشتم والسب. وانا عندي تسجيل. وتحداك انت للعدسة. يتكلم عن الطرق طريقة طريقة. ويكفر بكل من يسلم امره لغير الله تبارك وتعالى. اتحداك انت دا. وغير تسمع. يعني الجعجع والكواريك والكلام الكتير والفارق. وانا اتحداك يا احمد. وانا اتحداك انت يا بكرادام. ويامو الزمي للمعاك. وكل ما كان معك على النصوص الشرع والداري مناظرة انت. معين مع العدسة ما عندي فانع منك. خلاص. لكن الكلام ما يكون في السب وشتم ويسارة وكواريك. وناس الواحدة الان لا يحسن. ان يغرى جزء عمه. ولا يحسن سلاسة الوصول لا يعرفها. ثم تطبلون لهم بالشتايم والنبذ محمد حسيني عقوب. نحن ما عندنا علاقة مع محمد حسيني عقوب ولا محمد حسام ولا غيره. نحن نعرف المنهج السلفي. اما انت كونك تقول العدسي سوى كده. العدسي قال كده. العدسي ما بتقدر عليه. والله. العدسي الكتب الدرسة بس توزنك انت ومعك. ان خلطوك في الميزان توزنكم جميعا. بعدين بلاش شتايم وكلام فارغ. والسلام وعليكم ورحمة الله. واخر دعوانا. الحمد لله رب العالم. طيب الحمد لله. الصلاة والسلام ورسول الله. انا خطيت في بالي. انا مادر اطول على الناس. نختم بالفرصة دي. كويس. لكن خطيت في بالي نظر يضيف معلومة جديدة. ما كلام ده كله ما فيه معلومة جديدة يعني. ما فيه شي. عبارة عن زعل اضافة لزعله القديم. اعلى دق على نقاطك دي كلها. اول نقطة انا استفزتني جدا. استفزتني جدا. قال انت مبتجي الا في مكان الجهل. اول حديد اسأل الناس اللي قاعدين قدامك ديل. لانه هم اللي دعوني. انا ما جد براي. تمام? انا ما جد براي والله. وانا والله اعتز جدا بانو اكون بين بينهم. واعتز جدا انو يدعوني. وكل ما يدعوني بجيهم. وما ناس جهل الحمد لله. لكن انت داير انو الناس ينصروك انت على الباطل وإلا يكونوا جهل. يعني يا يجيف معاك انت. اخو مسلم والله اخو مسلم. شفتها? فيا ينصروك انت على الباطل. يا يكونوا هم ناس جهلة. ها? ودي بلاد جهل. فضل. 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 خوص. فالموضوع كالآتي. اما بالنسبة لكلامك التاني. كونك تقول الله اكبر. دي حقة الكيزان. دا كلام باطل يدل على جهلك انت يا حمد. ما عليش. ما عليش النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري. الناس يقعد اخوانا. اهدوا يا اخوانا. ما عليش. اهدوا. جاء في البخاري. جاء في البخاري. ما عليش اتفضل يا اخوانا. ما عليش. اكمل انا بعد ذاك انت اقول. في البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام. قال للصحابة وكانوا جلوسا. قال الا ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة. قال الصحابي راوي الحديث. فكبرنا. قال الا ترضون ان تكونوا ثلثة اهل الجنة قال فكبرنا. التكبير ده. ما حق الكيزان يا اخي. وده يدل على جهلك والحديث في البخاري. طيب. آآ قال قال كلام محمد مصطفى باطل. كويس جدا. كونك اعترفت انه كلامه باطل. لكن رأيك شنو في الناس اللي حتى الان بيقيفوا مع محمد مصطفى ويدافع عنه. كم الشيخة كالعدسة. لا تتحلل من نا. لذلك عندما قلت لك. انا بناخشك. في امتى. انت ما عارف محل النغاشين. الناس التجايتون. انا نغاشي معك. كلام محمد مصطفى باطل. انا عارف باطل. وانت عارف باطل. وانت عارفوا باطل. وانت عارفوا عارفوا. اولادنا الصغار دل. كان لديهم قلت لهم. معقول زول يقول في الصحابة. كان بيت كاتل واحد بيقتل التاني. شان يبقى هون رئيس. بقول اولادنا الصغار دل بيقول لها الكلامنا ما بيجي. كويس. لكن موضوعنا ما هنا. سؤالنا في شيوقك الواقفين مع حمد مصطفى. الواقفين مع حمد مصطفى. كم تكلامي؟ طيب. اه بعد دا قال اه قال الشعب اللي جا بدأ في الشتم وبدأ في النبز وما قدمت. الشعب اللي جا انا بعرف كويس. وهو من حملة كتاب الله تبارك وتعالى. اخونا علي همد زول حامي القرآن. وتكلم حتى تسجيل موجود. تكلم كلام في التوحيد. كلام قوي. وملئ بالأدلة. وكلام موزون ومضبوط. وهو الشاب ده بالذات من دون الشباب. من اجمل الناس اسلوبا. ومن الطف الناس في الدعوة ومن اقواهم. تكلم كلام مليان في التوحيد. لكن عمل شنور. انتقد الختمية في بيت شعر. في مسجد العدسي. والمسجد اللي انت قلت لي. ده ما مسجد بتاع ختمية. انا مش بعني لك الزول البناء ختمي ولا ما ختمي. ده ما كلامانة. كلامانة في البصلة المصلين. اغلب المنطقة دي ختمية. والآن نمشي نشوفها. والمصلين اللي قاعدين في المسجد. كويس? الزول ده تكلم. قالوا وقفوا منه. وقفوا الصوفية? لا. وقفوا العدسي. يا اخوانا عليكم الله. لو جزوا الآن انتقد الصوفية فيها معكم ده. بتوقفوا يتو? تقول له كفا كفا كفا. عديل كده جاءوا من وراء. كفا كفا كفا. وقفوا. وشأل المايك. وهيج الصوفية ضد الزول ده. تقدر تبرقه كمان? ما بتخجر? طيب. ما يستفاد منه كيف? انا داري عارف. ما يستفاد منه كيف? انا زول جبت لك ايات. قلت لك ومن اضل مما يدعو من دون الله. قلت لك وانا المساجد لله فلا تدعو مع الله يحدك. جبت لك ايات ونصوص. وقلت لك في بيت بتاع شعر. في زول بقول. اه من اه من شنو? والبيت بتاع الختمية شنو? لا. لما انه بخطبون. من ان كنت في هم وغم فنادني. يا مرغني اتيك بسرعة. وقلت لك حسب الايات دي. البيت ده باطل ودي عقيدة خربانة. الكلام ده ما يستفاد منه? ده كلام كعب? ما تلفو دوروا يا ناس. ترتضيعوا دعوة التوحيد. وانا لكم والله. الذي لا اله غيره. ما نخليك في اي محل. لا انت لا عدسيك لجماعة معكم كلهم. طيب. انا سألتك سؤال واضح. المركز العام? قل لي انا لست مع المركز العام. مش لستو. لستو دي شنو? انت رايك شنو في المركز العام? خليني من اجابات الدبلوماسية. انا لست منهم. لست من بتاع شنو? انت رايك فيون شنو? ناس بكرموا صوفية رايك فيون شنو? تقع تلفو الدور ولستو? لستو بتاع شنو? بعد دا قال قال برضو بسئل الناس تاني. قال واحد لا يحسن. يقرأ جزء عام جزء عامة تطبلون له. كيف يعني? انا والله يا اخوان ما بحب ادافع عن نفسي شخصيا ابدا. كويس? والله ما بحب المسألة دي. لكن يا اخي كلامك دا شين? انت مفترضت ازال الظلم والحال يقول لانت حافظ كم? كويس? وانا بفضل الله والله لو ما دقال كلام زيدا والله ما اقول الكلمة والله اللزي لا اله اغيره. لكن بفضل الله عز وجل ربنا من علي انا حفظت الغرآن في خمسة وخمسين يوم. كل من البغرة للناس اسمعته عن ظهر قلب من البغرة للناس. وست سنة وراه ما فتحت المصحف كان راجع منه راجع من رأسي دا. بقرأ المصحف من البغرة للناس من رأسي دا كله. بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ماذا قال كلام زيدا انا ما بقوله. يا اخي انت. يا اخي ما في داعي. شنو يعني تتحكم بالناس القاعدين? وتنبس هنا. عشان احنا سألناك عن شيخك العدسي? عشان سألناك عن جماعتك. ها? الليلة دي بكرموا في الصوفية. وبهنوا في الصوفية. وعقدوا مؤتمر قالوا سموه وحدة الصف. صوفية جوه. اخوان مسلمين جوه. حزب امه جوه. كلهم. قالوا وحدة الصف. ها رأيكم شنو? ناس كتة ناس العدسي. جمعت الاصلاح. بتاع انك طلعوا مطوية. مطوية عديل. تخيل العنوانة شنو? رسالة. الى مشايخنا الصوفية الافاضل. ده التوحيد? دي دعوتكم للتوحيد? اذا كان الصوفية بيقوا مشايخ وافاضل. اذا وين دعوة التوحيد تاني? راحت ولا ما راحت? انتهت دعوة التوحيد. المطوية وزعوة في جامعة السودان. جويس? انا كنت حاضر اليوم داك. اول ما وزعوة. عملت محاضرة وتكلمت فيهن. واحد منهم يصبح عاش مجلاب. ماشا فتح فين بلاغه شكاني في المحكمة. وجاج الدامة القاضي في المحكمة. قال له او بكرادة ابدأ اسألي. وتكلم فيني? وانا دائر غرامة مية وستين مليون. والله الذي لا اله اغيره. والمحضر مسجل اجيبه لك. قال قال انا غرام له مية وستين مليون. انت قاتل المحكمة الدول فاتحة بس ولا جنيه واحد. دي قال لشنو? انت دول بتجي بتكرم صوفية. تقول الصوفية افاضل. وجوه جوه المطوية. قالوا الصوفية هم اهل القرآن. اوقدوا نار القرآن. والصوفية هم اهل الصلاح. والصوفية هم احباب رسول الله. اذا كان الصوفية كده. وين الدعوة تاني? جاي جماعتك. انا المطوية دي وديتها للعلمة في السعودية بشيرك كمان. جاي يكشوه التجيل مهل. بديكشوه من العلمة فوق هناك. اديتها المطوية دي سلمتها للعلمة الكبار هناك في السعودية. استلمها في يدهم. في امتى? واوراق كلها بتاعتكم والشغل بتاعكم ده كله. سلمتوا هناك. للمشايخ والعلمة. والشروق اللي بتتكلم عنهم ديل? داع منهم الاخوان المسلمين في الكويت. والكلام ده انا سلمتوا بوسائغ للعلمة فوق. وسائغ. داع منهم اخوان مسلمين. عشان كده ما بتكلموا في صوفية. ما بتكلموا في الاخوان مسلمين. ووحدة الصف. ونجتمع. ونأتلف. ليه انتا قايل? في قروش جايهم من الكويت من هناك. والزول اللي بيجيب لك القروش دارك تشتغل بمزاجه. عشان كده يا فرج الله. الله يهديني وهديك. ها? والله يصلح حالي وحالك. ما تدافع عن الباطل. وانا داع يريز والتاني من اخواننا والناس القاعدين هنا كلهم. ما تدافع عن الباطل. كن سلفي متجرد. ما تدافع عن الباطل. ولا عن أنا ولا عن غيري. ولا تجيب عشوية تقول لهم لا لا كده. شوف زول قال الباطل ما تدافع عنه. زول قال الحق نعم معه. قال الباطل انا بريء منه من الباطل. اذا بيستحق انه تتبرأ منه. الكلام اللي بيعمل فيه فرج الله كراء بيجاي مع السلفين وكراء بهناك مع جماعة الحزبيين. ده ما بنفع. سلفي عديل. ولا امشى ابقى حزبي امشى ابقى اخو مسلم. ابقى تياني. ابقى اي حاجة تاني بهناك. طريقتك. سلفي الواضحة ما بتتحمل. سلفيك السوب النقي كما قالوا العلماء. السوب النقي كويس? ما يتحمل اي شوائب. ولا يتحمل اي دنس. وختاما لكلامين اسميح تكلمة من اخونا زي جزا والله خير. قال تحديد مناظرة. انا مستعد للمناظرة مع الشيوخ الكبار. ما فرج الله في ان اي من مسي الحاجة. بمسي نفسه. انا دار الشيوخ الكبار. مناظرة مع العدسي. حبابة. مع الهواري. حبابة. مع محمد مصفى. حباب. في اي وقت جايز. دق ليس ساعة واحدة صباحا. البركة بجيك. جازين معي يزول. بالكتب. بالوسائق. هذا وجزاكم الله خير. على حسن الاستماع. والسلام عليكم.